يعني ديتني كم معلومة كده قبل الهواء قلت لك لا استنى بقى سيبنا ندهش على الهواء الساعة البيولوجية في الطب الصيني هي أقرب إلى مفهوم الطب الغربي اللي احنا بندرسه الساعة البيولوجية في الطب الصيني بتقول أن الـ 24 ساعة متقسمة لـ 12 دورة كل دورة ساعتين في كل ساعتين من الساعة دي في عضو من أعضاء الجسم هو المهي من الأكبر على مسارات الطاقة أنت عارفة أنه يقال أن الجسم بيمشي بمسارات معينة للطاقة يعني هندي مثل في منتصف الليل من الساعة 11 للساعة واحدة مساء مين أكتر عضو بيقوم بمهامه في الوقت ده الحوصلة المرارية من 11 بالليل لوحدة السوق من 11 لوحدة دي الماكسيمم القدرة العالية جدا للحوصلة المرارية الوقت اللي بتضخ فيه إفرازات الصفرة اللي هي مخزنها من 11 لوحدة المرارة بتضخ صفرة بتنزل على الأمعاء عشان تهدم الأكل والدهون اللي احنا وكلنا يبقى أنا لازم أساعد المرارة بتاعتي تمام واحد إن أنا في حدود الساعة 8 أو 9 مساء لما أجي أكل واجبة العشاء لازم تكون واجبة خفيفة عشان ما جيش على الساعة 11 إلى واحدة المرارة تلاقي كمية دهون وزيوت وكربات وشبسة ومش عارف إيه فتتعب كتير ده 11 واحدة ده فيه ناس بتتسلى في الوقت ده بالزيت وتيكل بقى المقلي والمحمر والمشامر حينام حيصحى على نص الفجر بعصر حضم بإحساس بالغسايان حيصحى الصبح على قيء مطلع مادة خضرة اللي هي العصارة الصفراوي يبقى أنت هتخش تنام في حدود من الساعة 11 للساعة واحدة تأكد إن الحوصالة المرارية أعلى معدل كفاءة اللي بتشغل في الوقت اديها أكل خفيف عشان ما اديها فرصة إنها تشغل كويس من الساعة واحدة صباحا للساعة 3 صباحا الكبد هو اللي بيقوم بالدور المهم بيبدأ يشيل السموم من الدم بينظف الشوائب اللي موجودة المواد الكيميائية اللي متركمة في الجسم على مدار اليوم بيكسرها لإيه الكبد بيعمل liver detox يبقى الكبد بيعمل ال detox بتاعه من 1-3 صبح من الساعة 1-3 صبح المفروض إن إحنا نبقى في الوقت ده في ديب سليم في نوم عميق عشان ندي فرصة لكبدنا إنه يشتغل طب إيه علاقة النوم العميق بالكبد يا دكتور كل ما تنام وكل ما درجة حرارتك تبرد كل ما الكبد كفاقته تعلم لأن الكبد جسم حار وعضو حار جدا فكل ما تبقى مشغول ويشغله بحاجات فيها حرارة عالية كل ما يتعب يبقى خد بالك طب ممكن حد يقولك خليني صاحي بس أقعد في تكيف مثلا خليني صاحي طول ما أنت صاحي ومتيقذ الأدرينالين شغال والكورتيزول شغال الفكرة مش الجول وهرمونات التوتر شغالة وكبدك تعبان هتصحى الصبح على عسر هضم مشوش الزهن غضبان متدايق زهقان مش قادر يبقى أنت عشان تحافظ على كبدك كويس من واحدة لتلاتة تبقى نايم ومعميق من واحدة لتلاتة يكون دي مرحلة النوم العميق بتاعك اتنين تحرص قبل النوم على أن أنت تعمل وده جديد بقى مساج للكبد احنا كلنا يقولك مساج للعضلات هتعمل مساج للكبد بتاعك قبل ما تنام ازاي؟ واحد هتكون واكل أكل خفيف هتحط إيدك اليمين دي هتفتح الكف ده هتحطه على هنا تحت الضلع الأيمن ده الكبد بتاعنا وهحط الإيدي التانية كده هو وهنزل بإيدي لمستوى الصرة وأرجع تاني بالمنظر ده يبقى أنا حطت إيدي كده باخد الفص اليمين إلى الفص الشمال لمستوى الصرة وبطلع تاني ده مكان الكبد طب هتغلنا تاني معلش يا أستاذ حسني هحط إيدي بكفي كده تحت الضلع الأيمن تنفص اليمين من الكبد وهحط إيدي التانية كده هو زي وضعية الصلصات واحنا بنعمل إيدنا كده وهنزل بإيدي الاتنين في نص البطن لغاية مستوى الصرة وبعدين أرجع بيها في الاتجاه العكسي كل ده نحية اليمين بالزبط عشان أعمل مساج للإيه كم مرة بقى؟ من عشرة لاثناشر مرة أبقى عادة أبقى نيمة أبقى وقفة يفضل أبقى واقف ويفضل أكون باخد نفس عميق أوكي يبقى هكون شارب مياه كفاية هكون واكل أكل خفيف هعمل مساج على الكبد لأنك لو صحيت في نص الليل حسيت إن جنبك اليمين بيوجعك أو ظهرك وجعك حاسس بغممان عايز ترجع تأكد إن كبدك محتقن تمام؟ مستويات الطاقة اللجوها محبوسة ودرجة حرارته عالية جدا فبنبرد الكابت بهذا المساج من ثلاثة الخمسة صباحا ده الوقت اللي بتقوم فيه الرئة بأعلى معدلات الديتوكس ما وربنا خلي إلينا في كل خطوة ديتوكس فالرئة بتطلع السموم عن طريق إن هي حركة التنفس الشهيق والزفير لازم تكون ممتازمة عشان كده الوقت ده هو الوقت الأكتر اللي بيصاب بالناس بأزمات صدرية لا واللي عنده كحة بيكحة طول اللي اللي عنده كحة في الوقت ده تأكد حضريك إن الرئة بتاعتك محتقنة تأكد حضريك إن كبدك محتقن تأكد حضريك إن عندك درجة من درجات الارتجاع طب عشان نتغلب على الكلام واحد حبطت للتدخين والسجار وكل الكلام الفاضي اللي احنا بنعمله ده اتنين قبل ما هتنام هنعمل بقى مساج للكبد هنعمل مساج للرئة تمرين بسيط جدا هنفتح الشباك لو الجو مناسب وحركة بسيطة جدا شهيق وزفير في الشهيق بفتح الرئة باخد الهوى وبطلع الهوى للآخر لما باج أنام ما نامش على ظهري أنام على جنبي سواء اليمين أو الشمال يقال إن النوم على الناحية اليسرى مع رفع المخدة يساعد المرضى اللي عندهم ارتجاع للتحسد الناحية اليسرى؟ اليسرى عكس ما الناس متخيلة الناس اللي عندهم حموضة أو ارتجاع يا جماعة جرب كده هترفع المخدة أه ما تنامشي مسطح ما تنامشي على وشك لو بترتاح الناحية لمن نام لكن الأفضل والصحة أكتر أنك تنام على الجنبي الأيسر لأنك ما بتنام على الجنبي الأيسر المعدة بتبقى في خط مستقيم حتى بتلاقي نفسك تتجشأ وتطلع الغازاتة يبقى احنا عملنا المساج للرئة قبل ما ننام هنبقى حارسين عن إحنا معلين المخدة شوية لو صحينا في نص الليل بسعالي بقى الرئة بتاعتنا محتقن هنقف ونعمل تمرين للتنفس ناخد هوا أكتر تمام؟ تمام لو عندي اشتباه ارتجاع أكون أنا محضر له تمام ده كده من ثلاثة لخمسة من خمسة لسبعة ده وقت اللي القولون فيه بيبدأ يتحرك على عكس من الناس المتخيلة من خمسة لسبعة ده وقت الاستيقاظ يبقى لازم نصحى من خمسة لسبعة سبحان الله هنالك هنالك كنا بنصحى بعد الساعة تسعة وعشر لا تصحى من خمسة لسبعة زي الأجانب كان لسه النهار ده حوار بيني وبين زوجتي قالتلي في الفنادق لازم يصحوا الناس من خمسة لسبعة ويفطروا الناس في الوقت فأول ما تصحى من خمسة لسبعة هو ده الوقت اللي القولون بتاعك فيه اتملب المادة الافضلات وعايز يتأهب للايه للإخراق في الوقت ده اشرب مية اوه اتشرب قهوة او شاي او اي حاجة اشرب مية لان شرب الكافيين هيزود الجفاف وهيخليك ما تقدرش تتبرس كويس هتشرب مية لما تصحى هتعمل مساج للقولون شوف تبقى مساجه هتيجي بإينا كليمين مدت كل مساج ده قد ايه بس عشان وقتين زي ما تحبي عشرة خمستاشر مرة ست مرات سبعة مرات زي ما انت عايزة اوه يعني بتاعي دقيقة قدقتين يعني زي ما انت عايزة بالمرات هنحط ايدينا في الناحية اليمين ناحية الزايدة وهطلع بإيديا بحركة دائرية كده هو في الناحية الشمال انزل بيها يعني من اليمين للشمال من اليمين للشمال انزلت تجاه الحركة بتاعت القولون يبقى هشرب مية مش هشرب شاي والقهوة في الوقت ده هاخد شوع الاستحمام لو انا عندي سماعي الدش ممكن تعمل بيها مساج من اليمين للشمال يبقى انا اخدها برضو اه كده اعمل كده في حركة كده هو اعمل بيها مساج لو انا عندي بنيو يبقى افضل هحط المية تمام وممكن احط شوية ملح انجليزي وانام واعمل مساج برضو لقولون بتاعي من الناحية لمن من نبي يا دكتور ده الواحد لو عنده رفاهية هذه الحياة ده مش رفاهية ده اساسيات اسحى كل يوم الساعة خمس ساعة اعمل البنيو وعمل مساج لكيبتي وبعدها مساج لريئتي وبعدها مساج فين يا دكتور احنا بنسحى مفزوعين على العيال بسرعة اجري في مدرسة بسرعة اجري على البس ايش شابت كافينة شطفت فاتح اينك وتعرف تجري بسرعة اجري عشان كده الاولاد كله بسرعة 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 عشان كده الاولاد بقى كبدوهم تعبان جهازهم من الهضم تعبان الغسان والقيق عملية الاخراج مش كويسة ألم العضلات مشاكل النمو مشاكل العظم السرطانات مشاكل الكوليسترول امراض القلب السكتة القلبية الموت المفاجئ اللي انت عايزة تشوفيها هو ده نرجع لأصل الحياة عندك حق طب نعمل ايه طب نعمل الحياة كده بتحمل نيبه كده ده الوقت بتاع القولون والاخراج اللي هو وقت الاستيقاظ واخد الدش والرياضة البسيطة ولو في البيت او بره البيت طب حتنايمنا بدري عشان نسحى الخمسة الصبح دي بقى لازم تنايمنا بدري بصي حضراتك فيه مقولة مشهورة في طب النوم لازم الناس يعرفوها قل ساعة نوم قبل منتصف الليل افضل من ساعتين بعد منتصف الليل يعني لو حضرتك نمتي الساعة عشرة بقى النوم ده قفية من اربع ساعات لو نمتي بعد الساعة 12 فكل ما تنامي بدري وتصحي بدري بقى افضل فوقت الاستيقاظ الطبيعي للبناء قدمين من الساعة خمسة للساعة سبعة استيقاظ شرب مية اخراج فضلات دوش ودوش ورياضة بسيطة من سبعة لتسعة وقت الافطار والوقت اللي المعدة فيه بتشتغل باقصى درجات هنفطر في طرف ده بقى وقت الساعة البروجي بتاعت المعدة بالزبط المعدة هنا بقى بدأت تتحرك ما خلاص بقى المرارة هضبت والكبد عمل ديتوكس والرئة عمل الديتوكس تمام والخولون فضل فضلات هم هم بيتعاونوا مع بعض الاجهزة هيفضل مين المعدة عايزة تاكل هتبدأ تتحرك هتبدأ حرك مع الصحيان ده هتسمع صوت عربيات وكلاكسات وموبايلات سبعة لتساعة صبح هيبدأ هرمون الأدرينالين والكورتزون وهرمونات التوتر تعلق هتفتر فطور خفيف وياريد برضو مع حركة ايه خفيفة ده من كم قلصنا من سبعة لتسعة من سبعة لتسعة من تسعة لإحداشر الطاقة اللي انت خدتها في الأكل دي الأكل اللي انت أكلته ده هيتحول إلى طاقة ديك باور بقى ديك باور مين اللي بيخزن الطاقة في الوقت ده الطحال فبالتالي حضرتك هتاكل الوجبة هتبقى ناشط جدا من تسعة للساعة لتوقتي بقى نزول حضرتك الولد نازل المدرسة نازل الكلية نازل بقى الشارع وهنبدأ الزحمة والتوتر والقرف الطحال ده شغال في التوتر ده ما فيش مشكلة الطحال في الطب الصيني هو عضو من أعضاء الطاقة الأساسية فيشتغل في التوتر ده ما عندوش مشكلة من الساعة 11 للساعة واحدة دي الزروة بتاعت النشاط العقلي للإنسان اللي هو بقى بيشتغل نازل يشتغل داخل الستوديو داخل اللي بتاعب في المكتب يبقى زروة التوتر الفوس بيمنعوا فيها شرب أي مكيفات يعني لو بتدخن بلاش لو بتشرب شاي وقهوة بلاش في الوقت ده يبقى من 11 الوحدة بلاش المنبهات يا جماعة اللي دي بيسموها الزروة بس انت ما قلتناش نشرب المنبهات من إمتى أنا صحية من 5 الصبح هو الغدسة وحدة هشرب إمتى بعد الإخراج بتاع القولوم ممكن تخدم على الفطار يعني اللي هو من من 7 لتسعة اللي هو وقت الفطار بالضبط ممكن نشرب القهوة بتاعي بالضبط من 11 لوحدة دي بيسموها وقت القلب أو أزمة القلبية لازمات القلبين كنت تحصل في الوقت ده أدرينالين عالي وبتاعه الكلام ده كله عشان كده لو على الساعة 12 أو 12 ونص وحدة حسيت إنك متعصب متضايق خش صلي خش حط على إيدك مية أو على إيدك ورجلك مية دي بتساعد على وقت الظهر التبريد خلط الظهر 11 دخلنا من واحدة لتلاتة اللي هو الطاقة دي اللي خرجها لطحال والديتك باور كويسة بدأت تقل ده الوقت اللي حريك بتحس فيه إنك نعسانة شوية وفعلا كل علماء الطاقة بيؤكدوا إن ده الوقت الأنسب للقيلولة القيلولة هي عبارة عن نوم بسيط عشر دقايق ربع ساعة ما يتعداش عن كده في أي مجال في اليابان عشان بيحفظوا على طاقة الناس المؤسسات الكبرى عاملة قوضة صغيرة بيخش الموظف ياخد الميد دي ناب اللي هو القيلولة النهارية عشر دقايق وخمس وشهر دقايق ودي مهمة قوي علشان تعملي تعملي استعادة للطاقة دخلنا في المرحلة اللي بعدها يبقى من واحدة لتلاتة دي دي مرحلة الناب ودي أنه جهاز بيشتغل في الفترة دي اللي بيشتغل الجهاز العصب السنبساوي والبرسنبساوي والهرموني واللمف مساج والقلب فدي زروة الأجهزة شغالة بعنف حالك هتتغدي امتا اه كنت لسه اقولك اغلب الظن في كل الوصفات اللي شفتها فترة أنا من سبعة لتسعة من واحدة لتلاتة دي أنا هجوه على تكتر يبقى بيناكل من 11 لوحدة يعني بيقولوا دايما بري لانش او اللانش من 11 لوحدة انا حوالي سعة هو نظام الخواجات اللي انت بتقوله ده نظام حياة والله ده نظام العلم اللي احنا فقدناه اشمعنا خدنا من الخواجات الموبايلات اشمعنا خدنا من الخواجات التدخين اشمعنا خدنا من الخواجات الحاجات التانية الوحشة دي مش حاجات خواجات على فترة دي الخواجات اللي بيقى لها العلم احنا عشان بعيدنا عن العلم شوي طيب خلصنا بقى من واحدة الثلاثة خدنا النب القيلولة من ثلاثة لخمسة هنخش في المرحلة بقى اللي السموم الزائبة في الدم هيبدأ تشتغل مين اللي هتشتغل في الوقت ده بدينا بقى الكاليا والمسانة شفت النظام الرباني سبحانك يا ربي هتبدأت فلطاري فأول فلطارة هتنزل على مين على المسانة البولية فيفضل في هذا التوقيت إن الإنسان يعمل مساج لمنطقة المسانة تحت الصرة ويشرب مية كتير عشان ينزل لإيه البول لو نزل لون البول غامق يبقى أنت مش شرب مية كفاية لو نزل لون البول أقرب إلى الفاتح دي حضرتك معلمها لنا ومخليها يعني الناس كلها بتركز بعد كده دخلنا للمرحلة التانية يبقى هنا كليتين من خمسة لسابعة في الوقت ده هنتجنب شرب المشروبات الكافيين وخلافه ومش هنسرب في أكل الدهون ولا الزيوت وحنشرب برضو مية كفاية عشان الكليتين بيكونوا شغالين في الوقت العشاء إمتى؟ دخلنا بعد كده في المرحلة المهمة جدا اللي هم بيسموها مرحلة التامور من سبعة لتسعة دي المرحلة بقى اللي لازم نخلي بالنا منها المرحلة دي بيبدأ هرمونات الأدرينالي مجرد دخول الشمس وغروبها وبدأ المغرب يخش والضلمة حيبدأ بقى الهرمونات التوتر دي تقل ويبدأ يعلى هرمون النوم اللي هو هرمون الايه؟ الميلاتونين احنا للأسف بنستقبل قدوم الميلاتونين في جسمنا بطريقة خطئة يضع كتير موبايلات شغالة لابتوبس شغالة بلولايت شغالة فهرمون الميلاتونين بيفضل طول عمره حرام مش عالي خالص فمن سبعة لتسعة بنوطر نفسينا على الفاضي بنيجي نخش النوم واحنا متوتري من تسعة لأحداشر اللي هو قبل المرحلة بتاعة المرارة دي المرحلة اللي فيها الليم في مساج اللي كانت فيها الست الطيبة بتعمل مساج لسي السيد من تحت الفوق واللي المخ بيحصل فيها مساج ومرحلة المساج اللي نعملها للكبد والقولون والكلام يا رب نمشي على السيستم ده عشان نبقى بصحة جاية يا رب يا دكتور أنا بشكر حردك شكرا جزيلا وحستأذنك ونطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا القومة